أبل أخيراً تحدد يوم التاسع من سبتمبر موعداً لمتمر الكشف عن أجهزتها الجديدة الشركة شوقت جماهيرها بعبارة Glow Time أو وقت التوهج مع شعار أبل بألوان وأسلوب متوهج متوافقة مع ألوان سيري إن كنت متابعاً لأخبار أبل الأخيرة وما كشفت عنه في iOS 18 ستعلم أن كل هذا إيحاءات والتشويق لمميزات الذكاء للصناعي التي ستجلبها هواتف آيفون الجديدة هذا ليس كل شيء خلال الأشهر الماضية تقريباً أصبحنا نعرف كل شيء عن عائلة آيفون 16 هذا التقرير بمثابة حرق كامل لما ستأتي به العائلة عائلة الهواتف ستتكون من نفس أفراد السنة الماضية النسخة العادية، نسخة بلس، برو وبرو ماكس الهواتف الأربعة لن تعرف تغييرات كبيرة في التصميم ما عدا نافذة الكاميرات في آيفون 16 العادي والبلس نافذة الكاميرات ستصبح رأسية بدل النافذة المربعة والعدستين بشكل قطري السبب يرجع لإتاحة خاصية في الهاتف لتزييل فيديوهات بصيغة متوافقة مع فيجين برو بأبل هذه الميزات كانت منحصرة فقط لمستخدمي برو لكن الآن ستعمم على كافة الأفراد لن نرى تغييرات أخرى على مستوى التصميم والمصنعية سيحافظ برو على إطار التيتانيوم الصلب بينما 16 و 16 بلس بإطار ألومنيوم في الأمام الجزيرة الديناميكية مع إطارات نحيفة بعض العنوين تقترح حصول برو ماكس بأنحف إطارات موجودة في هاتف ذكي على يسار الأجهزة زر المهام الذي رأيناه سابقا في آيفون 15 برو هذه المرة سيتواجد في الهواتف الأربعة وسيكون المستخدم قادرا على تخصيصه للقيام بعدة مهام بشكل مختصر مثل وضع الصامت، فتح المنبه، بدء العداد أو الكثير من الخيارات الأخرى وعلى اليمين بجانب زر الطاقة، أبل ستضيف زرا جديدا خاصا بالتقاط الصوت سيكون مشابها للزر الرئيسي في هاتف آيفون القديمة أي سيتعرف على شدة وطريقة الضغط وسيتيح لك تحكم أكبر بتطبيق الكاميرات مثل التقريب والرجوع عبر السحب للأعلى والأسفل أو الضغط مطولا أو حتى التحويل بين وضع الفيديو والصور بالحديث عن المواصفات، سنبدأ الحديث عن النسخة العادية والبلس المقاس بقي نفسه 6.1 إنش لآيفون 16 و6.7 إنش لآيفون 16 بلس من نوع سوبر ريتينا بنفس الدقة أما النسخ برو فتم تكبير مقاس الشاشة قليلا سيكسين برو أصبحت شاشته 6.3 إنش وبرو ماكس 6.9 إنش بعض التسريبات تقترح استعمال أبل التقنية مايكرو لينس في الشاشة للرفع من سطوع وحفظ الطاقة في نفس الوقت من خلال إدماج مليارات العدسات داخل اللوحة للتقليل من الإنعكاسات الداخلية ما ينتج عنه تحسن في عرض المحتوى ووضوحه في العتاد يضم آيفون 16 و60 بلس معالج A18 الجديد يشاع أنه مرفق بمعالج الرسوميات من السنة الماضية بينما نسخ برو ستضم A18 برو الأقوى وبمعالج رسوميات جديد ومتطور وعملت أبل على تطور المحرك العصبي لتأدية أداء أعلى مع تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي سيحصل المستخدم على نظام جديد من سيري قادر على إنجاز مهام داخل التطبيقات فقط بطلب صوتي بالإضافة لدمج تشات جي بيتي في النظام توجد كذلك ميزة تصميم وتوليد الصور من خلال وصف ما تريد أو حذف العناصر غير المرغوبة من الصور معظم هذه المميزات ستتاح كذلك في التحديث الجديد من آيفون 15 برو سنرى الهواتف الأربعة تنتقل لنسخة رام 8 جيجا بايت بدل 6 جيجا بايت الموجودة في آيفون 15 أبل ستعمل على تجديد نظام التبريد في الهواتف آيفون 16 و16 بلاس سيضمان طبقة ميليغرافيك بينما نسخة برو سيتم حماية البطارية بطبقة معدنية لتشتيت درجة الحرارة والحفاظ على الأداء الجيد للجهاز لن نرى تغييرات جذرية في الكاميرا الرئيسية لآيفون 16 ستستمر بفتحة عدسة 1.6 وسيتم تحسين كاميرا ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2 بدلا من 2.4 في الجيل السابق لتصبح الصور أعلى دقة خاصة في الإضاءة المنخفضة قد نجد كذلك وضع ماكرو في عدسات ألترا وايد لالتقاط صور لعناصر صغيرة من مسافات قريبة من جهة أخرى هواتف في برو ستأتي مع عدسة ألترا وايد جديدة بدقة 48 ميكابيكسل مما سيرفع جودة التصوير بشكل ملاحظ واحدة من التحسينات المنتظرة والمهمة هذه السنة هي البطارية ستستعمل أبل تقنية جديدة نفسها الموجودة في بطاريات السيارات الإلكترونية والأجهزة الطبية الهدف منها عمر أطول للبطارية وسعة أكبر دون أخذ حيز كبير في الجسم إليكم مقارنة لسعة بطارية أفراد آيفون 15 وسعة كل بطارية التي من المتوقع أن تتواجد في هواتف آيفون 16 بخصوص سرعة الشحن فلا زالت المعلومات المؤكدة غير واضحة بعض التسريبات تشير إلى قدوم نسخ برو بقدرة شحن 40 واط سلكيا ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط مصادر أخرى تؤكد ثبات أبل على قدرة شحن 27 واط سلكيا و 15 واط لاسلكيا آيفون 16 و 16 بلس سيتوفران باللون الأخضر الأزرق الأسود الوردي والأبيض ومؤخرا ظهرت صور لآيفون 16 برو ماكس بلون جديد باسم التيتانيوم الصحراوي لم يبقى الكثير وتكون هذه الهواتف مطروحة رسميا للعلن فهل أنت متحمس لها؟